ألا عالم هنروح لأحد الأحداث المهمة اللي بتتنظم على الأرض مصر احنا تكلمنا عن ريشة طائرة بتوت أفريك عشرين وعشرين هتلاقي في صالة أربعة تكلمنا عن الخبر ده من شوية النهاردة عندنا استاذ القاهرة يا صديق بطول الكأس العالم لسلاح الشيش اتحاد الشيش برضو من الاتحادات واللعبة الشيش أو لعبة السلاح عمتا من السلاح الشيش السلاح عمتا لأنه كذا فرع أو كذا نشاط من الألعاب اللي بتعاول عليها مصر ميداليا أولمبية الناس شغالة طبعا الأستاذ عمنا من حسين رئيس الاتحاد وأحد أبرز الشخصات الرياضية أنا بقول على هذا الرجل يعني أمانا ما يستحق ما فيش بيننا وبينه حاجة ولا يعني ما عندناش اللقمة دي في النادي الأهلي عشان ما يجيش يقوله ده هي سم السعيد بيعمل كده في قاتل أهلي عشان احنا عندنا يعني فريق السلاح لا والله عمنا من حسيني عندك اتحادات كتيرة اتحاد الريشة الطائرة اتحادات الخماسي الجودو التايكوندو الاتحادات دي اتحادات شغالة وشغالة بقلب وضمير وإحنا دعمينهم من أول يوم وأنا حلم حياتي أن ربنا يكلل مجهود الناس دي والألعاب دي مش عندنا هو ربنا يكمل مجهودهم بمديلية أولمبية عشان يستحقوا هما كده وسبحان الله يعني ايه الايام بتعدي ممكن ده يحصل وتوفيق ربنا يعني مش بعيد عن حد طيب اتحاد السلاح برئاسة كابتل عمنا من حسيني استقرع لأقامة بطولة كأس العالم لسلاح الشيش فردي وفرق رجال والسيدات على الصالة المغطاة باستاذ القاهرة البطولة هتتلاقب على الصالة رقم واحد واثنين باستاذ القاهرة الدولي في الفترة 22 لحتى 25 فبراير وقال مسؤول الاتحاد البطولة من نتوقع مشاركة اكتر من 500 فرد سواء كلاعب او مدرب او اداري من حوالي 40 دولة خلي بالكواد ان تاني حدثة هو مهم بيحصل ريشة الطائرة وقلنا طبعا الدكتورة علي حسابة رئيس الاتحاد وجبنا تصريحاته نتكلم النهاردة عن سلاح الشيش وطبعا دي لقطات من منتخب مصد نعايز اقول لكم ان احنا بنتصدر التصنيف العالمي على مستوى الشباب ونيجي تقريبا في الرابع او الخامس على مستوى الكبار المرة دي هي النسخة السبعة على التوالي اللي مصد يصدي فيها كاس العالمي شلح الشيش وده بيأكد ثقة الاتحاد الدولي اللي يابه في مصر والتنظيم المميز لها يا جماعة عارفين يعني ايه اتحاد دولي يدي لك سبع بطولات كؤوس علم وراء بعض انا بتحيق لي ده ما حصلش في العابي ده بعمده الاستاذ عبناء من حسيني رئيس الاتحاد الرجل المحترم المهزب اللي بيشتغل ما بيتكلمش حاجة حاجة محترمة جدا وعن الاتحاد ان كابتن احمد سمير الميداني اللي شوفنا سوء ايه هو ده هيكون هو مدير البطولة باذن الله لانه نظم اكتر من حدث قبل كده وفيه توافق كبير بينه من مسؤول الاتحاد الدولي اللي يابه وعايز اقول لكم انه طبعا الاستاذ عبناء من حسيني رئيس الاتحاد هو عضو في المكتب التنفيذ الاتحاد الدولي وناب رئيس الاتحاد الدولي وعايز اقول لكم انه فيه ثقة كبيرة جدا من الاتحاد الدولي في سلاح الشيش كل ده حلو ان شاء الله يعني يكمل الطابلو ده يكمل بمديلية أولمبية والله يستحقه والله يستحقه وانا طبعا ما بقولش انا استغفر عظيمة رب انا يعني مش انا اللي اقول الله سبحانه وتعالى طبعا بيدي الناس على قد يعني مجهودهم ولكن اللي انا شايفه يعني عبد الفقير الله مجهودهم ان شاء الله ربنا هيكلل تعابهم بمديلية أولمبية وهم بيشتغلوا على كده